مرحبا بحركم من جديد في الحقيقة في ناس دايما بتشتكي ان الاكل الصحي غالي وان هما ما يقدروا يعني يجيبوا هذا الاكل او يعملوا رجيم علشان الرجيم مكلف لكن على حكس الحقيقة تماما هتلاقي ناس بتشتري اكل وفي نفس التوقيت ما فيهوش اي غذاء للجسم من ناحية البروتين او الفيتامينات وبيبقى اغلى وحتلاقي ان الاكل اللي ممكن تستفيد بيه ويستفيد بيه جسمك يبقى ارخص لو انت بس نظمت الموضوع وعرفت يعني دايما كده بيقولوا يعني تلعبها ازاي حقيقة مصطفى خاليني اراحب المشاهدين مرة تانية ونتمنى بالتأكيد الشفاء العاجل لمصابي الحادث واحنا ما حضرتكم متابعين اكيد لو فيه اي مستجدات اول بقول في خلال الحلقة عودة مرة اخرى للي كان مصطفى بيحكي فيله هو الاكل الدايت ساعات فعلا بيبقى غالية مصطفى بيبقى مش في المنتناول اليد وبعد ما الناس تقول انا هعمل دايت معنا كده ان المزانية البيت كلها هتخرب طيب نعمل ايه ازاي نعمل اكل دايت ويكون صحي من غير ما يبقى غالي ويبقى في متناول اليد اسئلة كثيرة قوي هيجاوبها لينا دكتور السيد محمود حماد استاذ التغذية وعلومة التغذية في المعهد القومي للتغذية اهلا بك يا فاند اهلا وسهلا بيك وكل سيدة المشاهدين جميعا يا رب اهلا بحضور يعني ابرز الاغذية الصحية خاليني اقولي اللي في المتناول اللي قدر اعملها في البيت من غير ما ابقى بكلف نفسي فلوس كتير الاغذية الصحية متوفرة بشكل كبير جدا ومتاحة للجميع في كل الاوقات يمكن هيخد الكلمة اللي قالها استاذ مصطفى يلعبها صح او يحسبها بشكل كويس ويختار مش اكتر من كده اه وتأكيدا للمقدمة اللي حضراتكوا تفضلتوا بيها نقدر نقول ببساطة جدا ان مش كل الاكل الصحي هو غالي ولا كل الاكل اللي هو غالي في قيمته هو اصلا صحي وبالتالي المفروض ان انا اختار من بين الاكلات المتاحة عندي حسب امكانياتي وحسب المتاحة عندي ساعات حتى لو الامكانية موجودة فبالتالي الاتاحة المكانية او الحاجات اللي متاحة في المحيط اللي انا موجود فيه اقدر اختار فيها بيدخل في حتة الاختيارات كمان الحاجة اللي انا بفضلها واللي انا بحبها او اللي انا متعود عليها وبالتالي مجموعة العوامل دي هي اللي بتحدد انا هقدر اختار ايه وعمر ما كان الاكل بقيمته المادية انا هدفع فيه كام لا دا دايما بتنوعه لما اقدر اخد اكتر من حاجة في نفس الوقت ومن مصادر مختلفة هقدر احصل على عدد كبير جدا من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة بالنسبة لي اقل تكلفة ممكنة بالمقارنة بحاجات تانية لو انا مختارش حد حيسمعنا دلوقتي دكتور يقول لحضرتك هو اغلى حاجة دلوقتي البروتين سواء بروتين في الاسماك او في اللحوم او في الدواجن وده حقيقي هو اكتر حاجة بتكلف ازاي حضرتك بتقول ان انا ممكن اوفر وممكن اعمل وفي نفس الوقت انا بعمل حاجات زي كده ممتاز جدا طبعا البروتين من عناصر المهمة عندنا اصر كتيرة جدا مهم الجسم وطبعا من اهمها البروتين او مصادر البروتين وبالتالي انا قدر احصل على القادر الكافية اولاettre انا احنا بنحتاجه من البروتين كبروتين هو كمية بسيطة جدا بالنسبة لكل موجود فين البروتين موجود في مصادر كتيرة جدا حوالينا مصادر نباتية ومصادر حيوانية بالتأكيد المصادر الحيوانية هي اكثر تكلفة وهي برضو كجودة أعلى في الجودة من المصادر النباتية لكن المتاحة عندنا مصادر كتيرة جدا بجودة عالية وقد تكون هي الأعلى في جودتها والأقل في التكلفة بتاعتها في نفس الوقت يعني على سبيل المثال لو تكلمنا تحديدنا عن البروتين زي ما حضرتك ذكرت وحضرتك تفضلتي عندنا مثلا حاجة زي البيض البيض العادي المتاح اللي موجود عندنا يعتبر البروتين اللي موجود في بيض البيض من أفضل أو من أجود أنواع البروتين هو الأعلى في القيمة الحيوية بتاعتها أو الأعلى في الجودة بتاعت البروتين. أعلى من الفراخ واللحمة. أعلى من الفراخ واللحمة. يعني لما بنجي نقيس الجودة بتاعة البروتين اللي موجود في الفراخ واللحمة تقارن بالبيض. يعني نقول ده كويس زي البيض. مش العكس. كيسا لك. وبالتالي طبعا البيض البروتين اللي موجود في بيض. ليه قلت البيض ما قلتش البيض والصفار؟ لأن البروتين مركز أكتر في البيض بتاعت البيض والصفار فيه فواية تانية كتيرة جدا سأقول لحضرتك على حاجة أنا كنت من الناس اللي ما باكلش الصفار أبدا كنت باكدز باكدز الوحيد باكدز أنه هو دايت أحسن أنه أنا ما باكلش الكوليسترول عالي في الصفار عايزة أقول لحضرتك أنه عملت التحليل لقيت عندي نقص جامد جدا في فيتامين Z ولما قريت لقيت أنه الصفار ده غني جدا في فيتامين Z مامتي دا من تقول لي ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلق حاجة بيخلقها كلها على بعضها كده كويسة ما تخديش منها حاجة وتسيبي حاجة ده حقيقي يعني البيضوية كلها مهمة جدا من ضمن الحاجات المفيدة جدا يمكننا ركزنا على البيض علشان الجزئية بتاعة البروتين في بديل ممتاز في نفس الوقت الصفار بتاع البيض يعتبر كنز محتوي على عناصر غذائية كتيرة جدا أهمها فيتامين دال كمان عندنا جزء من الحديد في نسبة من فيتامين ألف وده من الحاجات المهمة جدا للنمو والمناعة ويعني تحت حسين الرؤية كذلك البشرة والجلد وبالتالي الصفار كنز والبيض في أعلى جودة في البروتين وبالتالي البيضة دي من ضمن المصادر الجيدة جدا مهما كان سعرها يعني بقى أكتر شوية من فترة سابقة لا يقارن ولازلت لو حضرتك بيقارنها أو أي حد من السيد المشاهدين بيقارنها بسعر المصادر الأخرى زي ما حد ذكرت الفراخ أو الحوم أو أو هتكون هي أقل بكتير جدا وفي نفس الوقت أعلى فايدة ونضيف لها ميزة كمان أنها مناسبة لكل المراحل العمرية بنقدر ناخدها في كل الحالات حتى اللي عنده مشكلة في المضغة أو أي حاجة موجودة كمان من ضمن الميزات مثلا في حاجة زي البيضة أنه هو بيقدم بطرق كتيرة جدا اللي عايز ياخده بطرق مباشرة سواء مسلوء أو مقلي أو مضاف لبعض الأصناف أو بيدخل في وصفات كتيرة جدا زي الكيكات مثلا على سبيل المثال زي نتعمل بيعجاء بيقدم بأشكال كتيرة جدا سواء كتأصناف مالحة أو أصناف حلوة فبالتالي من ضمن الحاجات الممتازة يدخل في وصفات وخلطات كتيرة جدا وأعتقد أنه هو من الحاجات المتقصلة في الكرور المصري وكل محافظة أو كل منطقة مشهورة باستخدامات معينة للبيض مع مكونات تانية على سبيل المثال ممكن نقول إيه تاني غير البيض عندنا إيه حاجات تانية ممكن؟ تكرنا البيض فقط على أساس أننا بنتكلم على البروتين فده مصدر جيد عندنا كمان مصادر للبروتين جيدة جدا وهي مصادر نباتية طليلة شوية في القيمة الحيوية بتاعتها أو الجودة ولكن في حين استخدامها لما استخدامها بشكل مخلوط أو من أكتر من مصدر بتوصل لجودة عالية جدا تضاهي الجودة اللي احنا بنقول عليها من اللحوم والفراخ والمصادر الأخرى زي البقوليات مثلا لو نتكلم على الفول على العدسة على اللوبيا على الحاجات الممكن الفول من أكتر الحاجات المكررة عندنا ولكن يفضل أن احنا نستخدم أكتر من مصدر في نفس الوقت عندنا كمان من البقوليات اللي موجودة ويمكن مشهورة برضو في الاستخدام حمص الشام باستخداماته المختلفة الترمس العادي البسيط ده فكل دي مصادر للبروتين طب اللي بيحب يعمل الخضار باللحمة لو أنا النهار ده عامل اللوبيا قدر أستغنى عن اللحمة أقدر أستغنى عن اللحمة والأفضل لو أنا دخلت مصدر كمان مع اللوبيا في واجبة تانية بحيث أننا الجودة اللي كانت نقصة فيه حاجة زي اللوبيا أو الفصولية أو الفول بكملها بحاجة تانية هنا التنوع يخلي القيمة الحيوية أو الجودة بتاعة البروتين اللي جاي من المصدر النباتي بتعلق بقدر يساوي اللحم في نفس الوقت وممكن كمان أستخدم جزء بسيط من المصادر الحيوانية ومش بطرور الكمية كبيرة لأن أنا بحتاج كمية قليلة جدا يعني أنا دعمت ما بين الاتنين وعملت يعني ما يشبه المكس أو استخدمت ده في واجبة وده في واجبة وبكميات قليلة جدا هوصل لجودة عالية جدا وفي نفس الوقت تكلفة أقل يمكن حصرنا كلامنا شوية في الجزء بتاعة البروتين لكن حضرتك طبعا سألتني إيه تاني غير الحاجات اللي أنا قدر أخذها عندنا مصادر أو عناصر غذائية كتيرة مهمة لازم نحصل عليها يمكن على رأسها الكربوهيدرات ودي متاحة الحمد لله متوفرة في مصادر كتيرة يعني هنقول ممكن دي أكتر الحاجات المتاحة سواء بقى في الخبز مثلا بأنواعه المختلفة ويمكن أفضلهم الخبز البلدي الأرز والمكارونا وبعض الحاجات اللي موجودة زي الدرانات مثلا البطاطا والبطاطس وبعض الحاجات اللي موجودة وبالتالي موجود وبأسع يعني بتكلفة معقولة جدا ولكن هنا بقى بنقول دايما نعتادل فيه لأن ده لو أنا أخدته بكمية كبيرة واعتمدت عليه في الإشباع هيبقى بيديني مصادر للطاقة واحد مننا محتاج يتحكم في الكمية اللي هيخدها بمقارنة بوزن لو أنا عارف أن وزني دلوقتي يعني صحي أو متماشي مع طولي بشكل كويس فالكمية اللي أنا بيخدها من النشويات أو مصادر النشويات بشكل أو بآخر تعتبر كمية جيدة طب لو أنا وزني عالي شوية يفضل أن أنا أبدأ قالي للكمية دي تدريجي محدش يعني يعني ينزل من استهلاك كبير لاستهلاك منخفض جدا جدا مرة واحدة لكن التدريج في التقليل ده ممتاز جدا والعكس برضو صحيح يعني لو أنا وزني قليل ومحتاج أن أنا أرفع وزني شوية ممكن أرفع تدريجي المصادر بتاعتي من النشويات بمختلف فئاتها أو مختلف أنواحها وأعتقد أن هي متاحة للجميع والحمد لله من فضل أن هي متاحة وموجودة عندنا عنصر مهم كمان جدا برضو لهو عنصر الدهون وده برضو له مصدرين إما مصدر حيواني أو مصدر نباتي ده احنا بناخده لأن ده اللي بيدي طعم للأكل بتاعنا وهو ده اللي بيلو فوايد كتير جدا بالنسبة لنا وأعتقد المصادر متاحة سواء كل ما هستخدم الحاجات اللي هي سيلة أو شبه سيلة بيبقى أفضل شوية بالنسبة لنا كحاجة صحية دكتور يعني بنتكلم دايما على الدكتور طبعا السيد محمود حمد أستاذ التغذية دكتور بنتكلم دايما عن الأكل الصحي وأنه دايما بيبقى غالي شوية هل دي معلومة خاطئة عندنا؟ يعني هل الموضوع ده معلومة غير صحيحة؟ إحنا يعني بنتخيلها دايما لما بنيجي نعمل دا يتولى إحنا بنرتب الأمور غلط يعني زي ما حضرتك قلت كده مصطفى قال كل مصحف الأول نلعبها صحة هل إحنا بنلعبها غلط؟ مش دايما ولكن فعلا المفهوم اللي مرتبط في أزهان العدد كبير أن دايما الأكل الصحي أو عشان أمشي على نظام غذائي جيد وأنا بس عايز أخذ من كلام حضرتك الجزء بتاع الخاص بالضايت مش دايما كلمة ضايت تعني أن أنا بأخذ نظام لإنقاص الوزن أو دايما لإحنا نتكلم على النظام الغذائي اللي أنا أتبعه كنظام صحي أقدر أوصل من خلاله لوزن كويس وصحة جيدة بإذن الله وبالتالي المفهوم اللي واصل عند عدد كبير أن دايما علشان أكل صح أو أكل أكل يفيدني هتطر أتكلف كتير أبدا لأن الغذاء نفسه هو أساس صحة الإنسان يعني لو حضرتك أو أي حد من السيدة المشاهدين أو السيد مصطفى عايز يشوف صحيته العامة النهاردة أخبارها إيه بشكل عام يبدأ يراجع كده كان بيأكل إيه من خمس ستة عشر سنين فاته صحيح ولو أنا عايز أتوقع مع يعني امتداد العمر إن شاء الله صحيحتي عاملة زي بعد سنة واثنين وثلاثة أبدأ أفكر في اللي أنا بأكله واشربه دلوقتي طب أنا بقول المعلومة دي ليه لأن معنى أن الصحة مرتبطة بالغذاء فضروري جدا أن الغذاء هيكون متاح ومتوفر بتكلفة معقولة وكويسة بس المفروض أن أنا أرجع للاختيار وهنا نقطة أخيرة يمكن أو نقطة مهمة اللي هي الوعي بمكونات الغذاء الصحي إزاي أقدر أدور عليها وأقدر أحصل عليها حسب ما يتاح بالنسبة لي من إتاحة مادية أو توفر في المكان اللي أنا موجود فيه فبقدر أحصل ثاني رأس الغذاء الأساسي يعني الفول فيه فايدة غذائية كبيرة والجبنة الأريش وغيره وغيره أشكرك دكتور السيد محمود حمد أستاذ التغذية وعلوم التغذية بالمعهد القومي للتغذية كليسوكليكي أفعل